أكثر من 200 رحلة جوية كان من المفترض أن تغادر العاصمة الألمانية برلين إضافة إلى عشرات الرحلات في مدن أخرى ألغيت جميعها بسبب أحدث سلسلة إضرابات عملية شلت مطارات البلاد الإضراب المقرر يوم واحد فقط تزامن مع محادثات صعبة بشأن الأجور تجري حاليا بين الجهات المختصة وموظفي الحكومة الفيدرالية والبلدية في ألمانيا تسع النقابات الألمانية وفق القائمين عليها إلى زيادة رواتب منتسبها بنسبة 10.5% مقابل 5% يعرضها أرباب العمل والجهات الرسمية الإضرابات في ألمانيا تزامنت مع ضرابات أخرى شرع في تنفيذها اليوم الأطباء المبتدئون في بريطانيا وذلك في إطار موجة إضرابات ينفذها العاملون في القطاع الصحي منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور ورفع الإنفاق على القطاع خاصة زيادة تعيين الكوادر الصحية فيما تشهد البلاد سلسلة إضرابات تنفذها قطاعات أخرى في فرنسا أيضا يسود الشلل قطاعات عدة في سياق الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الإضرابات في فرنسا وبريطانيا وألمانيا ليست إلا جزءا من حمى إضرابات واحتجاجات عملية تشتاح منذ أشهر دولا عدة في القارة الأوروبية كالبرتغال وأسبانيا وإيطاليا القاسم المشترك في هذه الإضرابات والاحتجاجات هو الهاجس من ارتفاع نسب التضخم وتراجع القدرات الشرائية والغلام لتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا من باريس سيد مونير حامد الصحفية المختص بالشؤون الأوروبية سيد مونير أهلا بك انتقال هذه الإضرابات إلى ألمانيا هل هي عدوى أم أن هناك أسباب داخلية حقيقية حتمت اللجوء إلى هذا الاحتجاج يعني أعتقد أن التحيات لك أستاذ حامد وإلى كل المشاهدين التلفزيون العظيم تهلا نساء الحقيقة الإضرابات في ألمانيا وخاصة في قطاع الطيران بدأ منذ فترة طويلة وأعتقد منذ سبتمبر الماضي كان هناك شلل حقيقي في ألمانيا في مطارات ألمانيا إلغاء أكثر من ثمنمائة رحلة في اليوم الواحد وكان هناك شلل لمدة ثلاث أيام في أكبر مطارات العالم كفرانكفورت مثلا وأغلبية المدن الألمانية الحقيقة أن لا يوجد حل ربما هناك الحكومات الأوروبية تراهن على النفس الطويل سياسة النفس الطويل التي انتهجها أيضا إمانويل ماكرون ربما نجحت مع سطرات صفراء قبل ذلك أما في الإضرابات التي تعم كل أوروبا فالحقيقة زيادات الأسعار التي ظهرت في القيمة الشرائية التي زادت أكثر من اللازم وقلت بالنسبة للمواطن الحقيقة وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها إذا كان هناك من يطالب مثلا بزيادة 10% فقط فالحقيقة زيادة تصل إلى أكثر من 30% في الأسعار أو أكثر يعني هناك بعض المواد وصلت إلى أكثر من 50% زيادة في أسعارها هناك التضخم بالفعل يجتح أوروبا أيضا إلى يعني نسبة إلى الأسعار والحرب في حرب روسية الأوكرانية وربما كورونا قبل ذلك الحقيقة أوروبا في مرحلة صعبة جدا طيب هل تستطيع هذه الحكومات الأوروبية في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها تلبية كل هذه المطالب لهذه النقابات في عدد من الدول الأوروبية يعني أعتقد هناك لا بد أن تصل هذه الحكومات إلى حل وسط وليس يعني ربما تتحمل حكومة الجزء الأكبر ويتحمل المواطنون الجزء الباقي من ولكن لا مطالب يعني لا يمكن أن نصل إلى زيادة إلى 20% مثلا في الرواتب في أوروبا ولكن ممكن أن نصل إلى 15% ربما يكون حلا مرضيا إلى جميع الأطراف الحكومة تتحمل لأن أغلب هذه الدول دول صناعية كبرى ودول غنية وليس الدول الفقيرة هناك بالفعل زيادة كبيرة جدا في أسعار المخرقات وخاصة على المخابز على بعض القطاعات الكبيرة مثلا داخل أوروبا سواء في ألمانيا سواء في فرنسا سواء في أسبانيا سواء في إنجلترا هناك الكثير جدا من الإضرابات اليوم مثلا لمدة ثلاثة أيام هناك إضرابات في فرنسا من عمال النظافة التي وصل الوضع إلى كارثي في بعض الأحياء داخل العاصمة الباريسية فالحقيقة الوضع كارثي جدا في أوروبا ولا بد من الوصول إلى حل سريع ربما العاملين في القطاع النظافة أو في البيئة ربما هذا أسوأ إضراب ممكن يصل إليه أو تصل إليه ربما فرنسا في هذا الوقت لأن هذا يؤدي إلى وجود كثير جدا من الأوباء والميكروبات داخل الشوارع الفرنسية والتي الحقيقة انتشرت بشكل كبير جدا في اليوم خاصة وأمس كان الوضع يعني مضري بشكل غريب أعتقد أن الحكومة لابد أن تتدخل في كل القطاعات ورفع الرواتب والحقيقة في فرنسا ربما يختلف الوضع بعض الشيء وهو الإضرابات بسبب التغيير أو وجود قانون المعاشات الذي يريد إقراره الرئيس منويل ماكرون وخاصة بعد حملته أو بعد انتخابه للفترة الثانية والذي لا يخسر شيئا كثيرا ربما في الفترة القادمة لأنه لن يدخل الانتخابات بعد ذلك فنهاية فتراته الانتخابية وينتهى عهد ماكرون إلى ما لا نهاية الحقيقة لا بد من وجود حلول سريعة جدا في فرنسا حتى الوصول إلى هذه الحلول ما تأثير هذه الإضرابات التي تمس قطاعات حيوية في أوروبا سواء قطاع الصحة أو الطيران أو المواصلات أو حتى البيئة إلى أي مدى يشكل هذا ضغوط حقيقية على الحكومات الأوروبية بالنسبة لقطاع الطيران في ألمانيا بالفعل يسبب شلل تام لألمانيا بالفعل في موضوع الصفر وخاصة شركة لفوتهانزة التي تتعرض إلى ضرب شامل تقريبا أو شبه كامل في بعض القطاعات الخاصة بها من الطيرين يؤثر على الاقتصاد الألماني بشكل يثير ربما ضجة كبيرة جدا فيما بعد على الاقتصاد الألماني نفسه ربما يخسر الكثير والكثير والكثير أكثر مما يصل إلى حل مع بعض الطيرين إلى حلول أو مع نقابة الطيرين الألمان إلى حلول بالنسبة للرواتب بالنسبة لفرنسا مثلا أعتقد أن إمانويل ماكرون لديه بعض الحلول في حل وسط في موضوع سن التقاعد يعني لا بد أن نصل إلى حل إذا كان يعني مثلا ممكن يصل إلى ثلاثة وستون عاما سن التقاعد سوف يكون حل وسط إلى ربما الحكومة والمواطنين أو العاملين في فرنسا يعني هناك حلول ولكن لا بد من الحلول السريعة قبل أن تكبر كرة الثلج ويكون الحلول يعني ربما تصل إلى صعوبة أكبر تكبر كرة الثلج هل هناك قطاعات أخرى ربما مرشحة لأن تدخل في ضربات جديدة بالفعل هناك قطاعات التعليم وقطاع الأطباء العامين لديهم إضرابات منذ فترة في المستشفيات وهذه إحدى الكبارثة التي تمر بها فرنسا بالفعل بعض المستشفيات هناك إضرابات شديدة من الممرضين وبعض الأطباء هناك مثلا عمال النظافة السكك الحديدية الشركة الوطنية الفرنسية رتي بي مثلا والسانسي اف أيضا لديه الكثير جدا من الإضرابات وشال التام في المواصلات في فرنسا وخاصة في العاصمة باريس نعم مونير حامد الصحفي المختص بالشؤون الأوروبية من باريس شكرا جزيلا لك